اشتركوا في القناة تقيل او قوي شوية وانا رأي انه طبيعي لان احنا شرحنا المرة اللي فاتت ايه هو المواطن السماعي وارجو من الاصدقاء اللي ما شفوش الحلقة اللي فاتت يشوفوها عشان يقدروا يتابعوا معنا هذه الحلقة المواطن السماعي باختصار هو الذي يسمع ولا يتحقق يسمع ولا يتحقق لا يراجع ما يسمع وضربنا امثلة باشياء خطيرة جدا استقارت للأسف الشديد في زهن مصريين كسيرين وهي كاذبة ومختلقة وبالتالي ده خلل يعني فكرة انك تسمع حاجة ولا تتحقق منها وتأخذها كده زي ما هي ده خلل خلل في التفكير وبالتالي يحتاج إلى علاج فلا يجوز أن ينظر إلى عنوان هذه الندوة باعتباره يعني عنوانا قاسيا الحقيقة القصوة الحقيقية هو ما يرتكب المواطن السماعي في حقنا جميعا طبعا الناس ممكن تقول طيب يعني هو المواطن السماعي ده بيأزينه فيه يعني آه ممكن يكون فيه ناس كتير جدا مواطن سماعي ولكن هو بيأزينه فيه يعني في الآخر ما تسيبه يعني هو بيأرأي حاجة صدقة أو خلاص طيب هنا لازم نشرح أنه أي حاكم في الدنيا آه فيه طريقة لتقييد قراراته يعني ما تبقاش قراراته مطلقة طبعا في النظام الديمقراطي المؤسسات هي التي تقيد قرارات الحاكم يعني من الأسبوع ده بس آه نقدر نشوف إزاي أنه الرئيس بايدن اللي اللي كان الإعلام الأمريكي معظمه بيحتفي به جدا لما انتصر على ترامب الإعلام الأمريكي ضد بايدن بسبب طريقة الانسحاب آه الفوضوية اللي حدثت في أفغانستان مش الانسحاب نفسه يعني الانسحاب نفسه كان متفقا عليه من قبل إنما طريقة الانسحاب كانت طريقة فوضوية قدت إلى مقتل أبرياء يعني آه الكونجرس الأمريكي عمل جالس التستماع للجنرالات آه قائد الأركان وزير الدفاع وآه إنتوا إزاي تسمحوا بكده كلام ده تقال تشاه في تلفزيون وهم قالوا إحنا قلنا للرئيس إنه طريقة الانسحاب دي ما هيش مزبوطة ولازم نسيب 2500 فرد عسكري علشان يغطي الانسحاب بغض النظر مش دي قضياتنا إنما أنا بس حبيت أدي لحضراتكم مثل إنه في النظام الديموقراطي المؤسسات تقيد قرارات الحاكم طبعا إحنا في مصر ما إحناش نظام ديموقراطي وبالتالي الحاكم مطلق الصلاحيات بيعمل اللي هو عايزه يعني في الفلوس وفي القرارات وفي كل حي ليه لأنه هو اصطنع مؤسسات شكلية يعني المؤسسات اللي موجودة في مصر الآن هي مؤسسات شكلية هي لا تؤدي وظائفها البرلمان شبه البرلمان شبه البرلمان ومجلس الشيوخ شبه مجلس الشيوخ يعني جمهورية كأن يعني هو عنوان روايتي الأخيرة طيب في شيء ممكن يقيد قرارات الحاكم غير المؤسسات إذا الحاكم بقى ديكتاتور واستولى على المؤسسات ماذا يقيد قراراته الرأي العام والرأي العام هنا يجب ألا نستهن به يعني يجب ألا نقلل من أهميته الرأي العام معناقي أن المجتمع في لحظة من اللحظات كله بيبقى بيفكر بطريقة قوية في اتجاه موضوع الرأي العام بالمناسبة هو السبب في صورة يناير يعني لو تذكروا حضراتكو مأساة مقتل الشهيد خالد سعيد ده ما طلعش في العلام الرسمي خالص ده طلع على فيسبوك وتعمل رأي العام وتعمل صفحة كلنا قالت سعيد وتعمل التحركات في اسكندرية كل ده رأي العام وبالتالي الرأي العام مهم جدا وكان مبارك مستولي استلاء زي السيسي كاملا على المؤسسات ما كانش فيه مؤسسة تقدر تقول مبارك انت غلطان إنما الرأي العام فضل وراء مبارك لعيات لما عمل الصورة وبالتالي لما نقول الرأي العام هو مش كلام خيالي لا هو كلام التاريخ أثباته كثيرا بما فيه التاريخ مصر طيب الدكتاتور منتبه منتبه لخطورة الرأي العام وبالتالي بيعمل احتكار لوسائل الإعلام يعني زي ما قلت قبل كده زي ما الناس كل عارف لا تقال كلمة واحدة ولا تكتب كلمة واحدة في الإعلام المصري بكل طواقف وبالخاص بالعام بدون موافقة زابط فيه زابط بيوافق أو يمشي أو يقفل برنامج يعني في النهاية هناك سيطرة كاملة على الإعلام المصري يبقى فاضل إيه بقى فاضل أن الرأي العام يصنع أفراد بتفكيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي من هنا بقى خطورة المواطن السماعي ليه لأن المواطن السماعي بيمنعك ويمنعنا من تكوين الرأي العام الذي سيدغط على الدكتاتور وقد يحدث ثورة كما حدث قبل كده وطبعا ليس المقصود بالثورة ولا فوضى ولا دماء ولا أي شيء ولكن مطالبة بالحقوق وبالتالي مهم جدا أن نفهم تركيبة المواطن السماعي ونسعى لعلاج الخلل الذي يعاني منه عايز حضراتكم تنتبهوا لأن النظام اللي موجود في مصر عنده حالة توطر عالية جدا من الشائعات يعني تذكروا كده أنه هو بيكلم على الشائعات إزاي يقول كل يوم بتطلع شائعات والإخوان بيطلعوا شائعات والشائعات دي مش عارف إيه وبعدين لما قرأت في التاريخ طبعا الذي لم ندرسه في المدارس أنا قلت قبل كده يعني أنا قرأت تاريخ مصر يعني بمجهودي شخصي إنما اللي خدناه في المدرسة ده ما كانش تاريخ ولا أي حال كان بروباجندا للزعيم يعني لما قرأت في التاريخ لقيت هذا التوتر من الشائعات موجود من أيام عبد الناصر وإحذر الشائعات طب هما قلقانين أو من الشائعات لي يعني أنت شفت حضرتك مثلا إعلان مثلا في دانيمارك أو في إنجلترا إحذروا الشائعات مش هتلاقي طبعا طبعا لأسباب كتير أولا لأن فيه شفافية ومن حق المواطن يعرف كل حاجة بالإضافة لأن النظام مش خايف النظام خايف مش شاءات لي لأنه يعلم أن هناك المواطن السماعي المواطن الذي يصدق وهو بيستعمل المواطن السماعي ويعلم أن المواطن السماعي ده لن يتحقق من أي حاجة يسمح فعنده حالة توطر النظام الديكتاتوري من أن المواطن السماعي اللي هو بيحشيله دماغه بأكذيب حد تاني يحشيله دماغه بأكذيب تانية أو بحقائق وبالتالي لما تيجي تقول والله كيف نقاوم هذا الظلم كيف نسعى لتحقيق الديموقراطية في مصر كيف نستأنف النضال من أجل الحرية والديموقراطية طريق أنا واجد نظري طريقة التفكير اللي وصلنا للحالة دي طريقة تفكيرنا طريقة تفكيرنا اللي خلتنا بنعبد زعماء وبنعبد مشايخ زي ما قلت في ندوات قبل كده وطريقة تفكيرنا اللي خلق قطاع عريق جدا مواطن سماعي ما عندوش مقاومة فكرية لأي حاجة يسمح أي حاجة يسمح بيعتبر هي الحقيقة وبالتالي لأ ده مهم جدا ان انت تعالج المواطن السماعي طيب السؤال اللي بعد كده هل المواطن السماعي نوع واحد يعني هل المواطن السماعي في كده مجموعة من الناس مختلفين في كل حاجة بس هم طريقتهم ان هم ما بيقدروش يتحققوا من أي حاجة يسمعوها لا في مواطن سماعي ما تعلمش يتحقق مما يسمعو وخبار حضرتك مواطن سماعي لم يتعلم ان يتحقق مما يسمعو ده ده نوع وفي نوع تاني مواطن سماعي لا يريد ان يتحقق مما يسمعو نقطة دي مهمة جدا نقطة دي ليه لانه واحد مش واحد ما تعلمش لما نقوله حاجة يدور وراها ويشوفها صح ولا لأ واحد تاني مش عايز يدور هو مبسوط كده طب مين اللي مش عايز يدور اللي مش عايز يدور ده هنستبعده يعني واحد هو مش عايز مش عايز مش موضوع مش عارف مش هنعلمه يدور على الحقيقة هو مش عايز يشوف الحقيقة أصلا ها دول نوعين الاسلام السياسي وطبعا عندي حلقات قبل كده على الاسلام السياسي حتى لا نكرر ما تحدثنا فيه من قبل الناس دي وفي منهم ناس أنقياء كتير جدا وفي منهم أصدقاء شخصيين أنا بتكلم على ظاهرة الاسلام السياسي الناس دي اختلطت عندها العاطفة الدينية بمشروع سياسي اختلطت عندها العاطفة الدينية بمشروع سياسي وبالتالي هو تم تلقينه التاريخ المزور ولا يريد أن يسمع التاريخ الحقيقي يعني يعني الراجل لما بتديله مراجع وتقوله أن الدولة العثمانية دي كانت احتلال وكان احتلال أسوأ من الاحتلال البريطاني واختصبوا المصريات واختصبوا العيال للأطفال اللي في مصر وجب له المراجع لو جبت له من هنا البقر ليه لأنه في اللق اختلطت عنده المشروع السياسي بالعاطفة الدينية فعنده احساس أنه لو اقتنع وقرأ أن الدولة العثمانية كانت احتلال لمصر وكأنه قد خادش إيمانه الديني نفس الموضوع لما تقوله مفيش دولة بعد الخلفاء الرشيدين مع التجاوز طبعا وسنتين عمر ابن عبدالعزيز مفيش دولة مشيت على مبادئ الإسلام ولا واحدة وجبه مش حقيق لو قعدت من هنا البقر قس على هذا بقى أن الإخوان المسلمين تحلفوا مع عبد الناصر وأنهم عبد الناصر استعملهم أداة عشان يخلص من الوافد ومن الحياة الديموقراطية زي ما حصل المجلس العسكري استعمل الإخوان عشان يخلص من الثورة نفس الموضوع قول من هنا البقر لأنك أنت لما بتكلمه في هذه الوقاقة كأنك بتكلمه في الدين كأنك بتقوله أن دينه غلط لن يسمح لك ومش عايز يسمع أصلا وبالتالي دي خطورة اختلاط العاطفة الدينية بالفكر السياسي وقلت قبل كده ولازلت وصل أن الاختلاط العاطفة الدينية بمشروع سياسي يؤدي إلى فاشية دينية بدون كلام طبعا وبالتالي دول يعني زي ما بقول أنا مش ضدهم شخصيا وأعرف منهم أصدقاء وفي ناس فعلا نقية بس هي ملخبطة يعني هي مؤمنة بإن في خلافة وحاجات من هذا والكلام والكلام دا قلت ففينا دا والسابقة كله غلط فغلط إنما إنما هو مش عايز يسمع فدا سيبه خلاص يبقى دا الإسلام السياسي دا مش عايز هو مواطن سماعي يرفض أن يرفض العلاج هو يرفض العلاج العلاج إنه هو يتحقق معلومات لا هو مش عايز فيه نوع تاني برضو طريف بصراحة يعني اللي هم عداء التغيير عداء التغيير في مصر مجموعات موجودة عمرهم ما هيقولك احنا ضد التغيير عداء التغيير دول مجموعات مستفيدة من وجود النظام الدكتاتوري وبالتالي هو وصل لأقصى حاجة يقدر يوصل اي تغيير هيبع لحسابه مش لصالحه امثلة كتيرة جدا انا انا حدور في ذهني على شخصات طبعا مش حول الاسابق بس شخصات عرف انا استاذ جراحة استاذ جراحة بياخد مئات الالوف في عملياته وعمل اوضة في عياته وفيها موظف ومعه عنده مكان نتعد زي اللي في البنوك ليه بياخدها كاش عشان ما يدفعش درائم فانت تروح تلاقي الناس شايل اشنط 200000 جنيه 250000 جنيه ويخش الموظف المفظف شغل الماكنة الراجل ده طبعا غني يعني حصلت بيني وبينه مناقشة طبعا من سيزاكتي يعني من سيزاكتي لأحيانا اللي نسمون بمسازك يعني طبعا عمره ما هيقول أي تغيير هيبع على حسابي أنا ضد التغيير ما يفعش يقول كده هيعود يقول الفوضى وانتو عملتوا الثورة وما كانش عندكو بديل والأجندة بتاع ايكو وكان في ناس ايه وطبعا مهرج يقول لأ ده عملاء وبتاع لأنها يعني نهرب بعد من زمان فإنما يقول كان في ناس يعني أنا لأ بس الناس التانية كانوا عملاء طبعا الكلام ده ولا هو الفكرة كلها هذا رجل بالمناسبة عنده ثلاث عيال ثلاث عيال ما شاء الله كلهم نوابخ في الطب يعني ثلاث عيال اتعين في طب الأسر تلات يعني فيش واحد مثلا لعب شوية لا كلهم هتلع اساس هذا الرجل مستفيد من الوضع في نظام ديكتاتوري وعمر ما هيقول لك وبالتالي مصلحته انه اي كلام يسمعه في الإعلام رجوزات الإعلام اللي هو إعلام السيسي لازم يصدقه لازم يصدقه ليه لانه لما بيصدقه بيدفع عن نفسه هنا بقى مش موضوع انه ما تعودش انه يتحقق هو مش عايز يتحقق هو عايز يصدق عشان يفضل النظام ده ومش قضيته هو طبعا بيامدح بيعمل مدائح في السيسي بس هو لو كان غير السيسي طالما عياته موجودة ومستشفياته موجودة وولاده في الجامعة وما بيدفعش ضرائب وبيصيف في اوروبا واخر جمال يبقى في الحالة دي اي نظام هو حيدعم ده واحد تاني من جهة السيادية برضو بتكلم على الناس عرف طبعا ضد الصورة تماما وضد اي تغيير ليه لان الراجل ده وانا شفته من اول مخلفات المرور لغاية ولاده هم صغيرين ياخدوا استثناء في المدرسة لغاية ولاده لما بقوا في الجامعة ياخدوا تقدير بالتليفون بالتليفون هو فوق اسمها ايه اسمها ايه جهة السيادية سيادية على مين سيادية على امريكا واوروبا لا طبعا انت بتشوف يعني الحقيقة فيه السيادية على امريكا خالص كنت اعتمنى بصراحة بس مش موجود سيادية على مين جهة سيادية على مين علينا علينا جهة السيادية علينا فاكرين بعد بعد الثورة على طول لما لما مدير الامن في احدى المحافظات قال للزباط احنا اسيادهم هو ده الراجل ده ما كانش سيء هو الراجل ده على نياته فبيقول اللي في دماغه طبعا المعنى في منتهى السوق بس انا بتكلم الراجل بيقول هنفضل برضو اسيادهم يعني هي هو ده طب الناس هتسمع اي حاجة هيقولها اعلام السيسي هتصدق طبعا لانه ضد التغيير عداء التغيير كتير عفكرة وفيهم لعيبة كورة وفيهم ممثلين عندهم احساس طبعا حتى مستوهم يعني بيبقى الثقافي ما بيبقى شي قوي قوي يعني في منهم طبع مثقفين بس في برضو مش مثقفين خلص الناس دي عندها احساس غريزي غريزي غريزة كده زي ما تبقى عاد في حتة وتحس ان حد هيجم عليك او هيحصل حريقة غريزي عندهم احساس غريزي ان لو نظام تغير هم هيخسار يعني هم عنده احساس كل هذه الثروة جاية في ظل هذا النظام وطبعا الاحساس ده جاية اصلا من عدم الاستحقاق يعني معلش يعني احنا لا لا في التمثيل ولا في كورة القدم يعني الاسماء اللي تقدر تنافس بها عالميا اسماء قليلة انما اللي موجودين دول هس بياخدوا ملايين فعنده احساس انه لو النظام تغير انا حقصر وهو احساس حقيقي وافكر ان بعد الثورة كانت المنتجين قالوا للنجوم اللي بياخدوا 40 مليون وبتعلق هتاخد النص اقل لالناس ما في حالة من السيولة الفكرية ومش عارفين الناس هترجع تتفرج عن مسلسلات ولا لا ده حصل وكان الاقبال على متشاط الكورة اقل وبالتالي دول بدفع مصلاح هم يبقى دي اعداء التغيير يبقى اعداء التغيير والاسلام السياسي طلح هم برمو ما تحاول ش تعالج فيهم اي حاجة لان هم مش عايزين يعالجوا الخلل بتاع الفكر او الثقافة السماعية مش عايزين يعالجوا ويفضل عندنا المواطن اللي هو حوالين ده اللي هو بقى ايه يعني ممكن يبقى والدتي ممكن يبقى خالتي ممكن يبقى واحد زميلي في الشغل ممكن يبقى جرنا ممكن يبقى اللي تحت نا اللي هو في الدائرة بتاعتنا ده فعلا مش عارف يتحقق وما تعودش يتحقق من اي معلومات ده مهم بقى لان ده ممكن يتغير وتغير والله ما هو صعب ابدا عايزين وقت اللي عملوا الثورة اللي عملوا مش اللي سقفوا ولا اللي شجعوا الثورة في التلفزيون وما بشربوا عصير عصير ساقة حلو لا اللي عملوا اللي نزلوا واللي حواليهم ماتوا وكل يوم كانوا بنزلوا كانوا حاسين انهم حيموتوا عددهم كام سيان ان قالت دينا عشر مليون وعشر مليون وعشر مليون عدد ولا يلي اه بس مهم لان اللي اشترك في الثورة الثورة تتحاول عنده العقيدة مش هينفع شوف قول من هنا البكرة ممكن يبقى محبط ممكن يبقى متضايق ممكن يقول انا ندمان على الثورة دي ممكن يبقى بس هي عقيدة مش هينفع مش هينفع ان هو غير طيب لو كل واحد من عشر مليون دول جاب له خمسة خمسة مش هنقول عشر مواطن سماحي دور حواليك انظر حولك يعني شوف زميلك واحد بيسدق بيتفرج على رجوزات الاعلام وبيسدق طيب تعال نتكلم احنا مش عامل عايز اقلبك على النظام ولا ولا انا اخوان ولا كل يعني تشيل الاول كل الشوك ده ونتكلم دلوقتي الرئيس السيسي قوله كده الرئيس السيسي عمل حاجة اسمه استراتيجية هو الانسان وهي صوزيت ودوشة وناس ومؤتمرات والرئيس قاعد يتكلم وتسقف واللي فيزيون في كلية الاعلام اظن لما حد يتكلم على الاعلام محدش يتكلم اكتر من رئيس قسم في كلية الاعلام كتب مقالات ضد ارجوزات الاعلام اتحبس اربعتي ايام وبعدين خمستاشر يوم ومتصور وهم فهمين ان هم كده بيزلوه انا بتكلم طبعا عالدكتور ايمان منصور نادا وبستغل يعني النادوة دي ان احنا نتضامن معاه لانه شخصية عظيمة زي او زماء كتير جدا في السجون مصورين وهو بالكلابش يعني كأنه عبرة لا هو مش عبرة هو هيبقى مش عبرة هيبقى نموذك ده انت عايز تعمله عبرة لا ده هو هيبقى نموذك ملهم هيجي الاف ايمان منصور طيب كلم بقى الراجل المواطن السماعي ده قوله دلوقتي الراجل ده محبوس ليه طالما فيه استراتيجية حق انسان طبعا هيسمعلك اللي بيسمعه في تلفزيون حيقولك الدكتور عيبن اتكلم في الاعراض قوله ايه بقى الاعراض يعني سبه قصف دي الجريمة طيب اولا السبه قصف ما فغوش حبس كم واحد بيتشاتم طبعا بيتشاتم دول معارضين للنظام مش ده سبه قصف انا شتمت في التلفزيون الماصري بكل قنواته بطارياء رهيبة جدا وقدمت اربع بلاغات للنائب العام سبه قصف رسمي بالاسم النائب العام حفظه يبقى القانون بقى ما بيتطبقش على الجميع القانون بيتطبق بالمذاك عشان الدكتور ايمن منصور الراجل العظيم قال كلمة الحق يتحبس ويتصور هو بالكلبشات لما تقول للمواطن السماعي كده حيبتدي في حاجة لانه ده بريق ما هواش مش رافض انه هو يفكر في حاجة هتفتح طيب ممكن انت عندك كل يوم نماذج بقى تقدر تتكلم فيها دلوقتي يمسكوا راجل اعمال صاحب مصانع جوهينة وقال لك ده ايه بيساعد على الارهاب وبيعمل تمويل للارهاب طيب طبعا هم عاملين قضية ارهاب لواحد من اهم المهندسين الانشاءات في العالم اللي المفروض مصر تفخر بيه اللي هو انا بصدقته من زمان يعني مطلعين عليه انه هو ارهابي وبالتالي فكرة بقى مين الارهابي ومين اللي بيماول الارهاب وكتاع تبتدي تبقى ايه لما تكلم المواطن السماعي اديله مثلا بممضوع حمز الممضوع حمز ارهابي فيه طيب قالك الاستاذ صفت ثابت ده اللي هو صاحب المصانع ده ارهابي او بيماول الارهاب انا متابع الكلام ده تقوله بقى المواطن السماعي اللي انت نقود تخليه فكر قالك لقوا عند واحد معاه شقة في حدايا الاهرام خلي ملكم الكلام الشقة في حدايا الاهرام طبعا دي صغر اللي اتعملتها الامن اتكتبت في كل حد فيها غرفة سرية الغرفة السرية دي فيها شنط الشنط دي فيها ايه بقى شنط دي ملايين الدولارات قد ايه تمانية مليون دولار يا خبر في الشنط اه جوه الغرفة السرية اه جوه اه طب انا قلت يعني ده كده بقى ده يعني لازم نشكرهم انهم لقوا الغرفة السرية ما الغرفة السرية دي اكيد هي سرية يعني ما الغرفة السرية دي مش هتبقى جنب الحمام يعني دي ليها لازم زال افلام كده هتلاقي مثلا اه مثلا صورة او حاجة يشيلوا الصورة ويدرابوا تلاقي ايه تلاقي الحيط راح تقلب ده اللي انا اتوقعت انا فجئت بالصور مفيش دي صالة كبيرة جدا وفيها رفوف واحنا دخلنا من شقة في الصور لقينا رفوف وشقة كبيرة جدا فين عمل غرفة السرية مفيش مش باين مفيش ملقي ناس غرفة السرية دي نمرة واحد نمرة اثنين طب الراجل ده شايل تمانية مليون في شنط طب يعني هو عايز يماول الارهاب حيماول الارهاب ازاي يعني هنزل بالشنطة يعني مع الدولارات يوزع الارهابيين ولا مش فاهم وبعدين مفيش تحويلات ولا طب ومفيش ان ده رجل اعمال يعني وراجل اعمال بفلوس كتيرة جدا المهم يعني لما انت تقوله كده قل للمواطن السماعي انت مصدق ان الراجل ده كان يماول الارهاب ها حيقولك اه مما قالوا في التلفزيون قل له طب طلعلي الغرفة السرية انا مش عايز اجل كده ادي عم الصور فين الغرفة السرية مفيش غرفة السرية يبقى في مشكلة ها الموضوع بقى مش وقع ولا اتنين انت والله ده حصل في السورات في امريكا الاتينية وحصل في الثورة الروسية الناس بتقول الثورة الروسية حصلت 1917 هي ابتدت 1825 يعني شوف قبلها تقريبا بمئة سنة بحركة اسمها ديسمبري انت بتعمل ايه انت عند الجمهور هذا الجمهور بتخليه فكر بس انت لا بتزقه ولا بتقنعه ضد نظام ولا مع نظام ولا بتعمله ايها بتخليه فكر واول ما يفكر هيوصل للحقيقة واول ما يوصل للحقيقة مش هيبقى مواطن سماعي هيبقى مواطن بيفكر واول ما يبقى مواطن بيفكر هيحصل التغيير اللي احنا عايزينه الديموقراطية غير الحق ترجمة نانسي قنقر